أجمل ما قيل عن محاربي الصحراء في الأزامات التي مرت بها الجزائر قبل بداية الفيديو أرجو منكم أن تشاركون في التعليقات حول رأيكم في أداء محاربي الصحراء وهل هم قادرين على المنافسة بقوة في تصفيتك سلعالم والتأهل إن شاء الله وهي بنا كالعادة نبدأ الفيديو بذكر الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم وأهلا بكم متابعين الكرام إذا كنت تهتم بأخبار محاربي الصحراء في الجزائر وأوروبا نرجو منك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتحفزنا باللايك فقد قالوا لهم الجزائر تحتاجكم لمساعدتكم فقاموا في وقت قصير بجمع الأموال وقالوا لهم تعالوا لكي نتحدث عن المنح فقاموا في وقت قصير بغلق الموضوع إذا كانت الجزائر تحتاج بعضا من أموالنا فنحن هنا للمساعدة بدون تردد وإذا كانت الجزائر لا تستطيع منحنا أموال أكثر فنحن لا نلعب لها من أجل ذلك نحسد على ما يقدمونه في الميدان ويحققونه من نتائج ونحسد أيضا أننا نملك مجموعة بهذه العقلية ففي إفريقيا الحديث عن الأموال يأتي قبل كل شيء فمن كان يشكك في الروحهم الوطنية وتعلقهم الكبير بوطنهم فقد منحوه أكثر من مرة دروسا حول ذلك والآن هو يشاهد كيف سيزداد احترام وتقدير الشعب لهم ففي نهاية الفيديو أرجو منكم أن تتركوا لنا تعليقا حول رأيكم في محاربي الصحراء والضغط على الإعجاب لنستمر في تقديم المزيد مع السلامة في فيديو آخر إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر